خلا نطب بقضايا الفسادة التي أوصلت البلد لهذا الحال المؤسف العراق تدري يعتمد وبشكل كامل على الواردات النفطية وعلى المشتقات النفطية هناك قضية ملفتة للنظر العراق في عام 2018 كان يصدر مليون برميل يوميا من النفط الأسود الآن اتراجع هذا العدد أو هذا النسبة إلى 400 ألف برميل هذا بالنفط الأسود كذلك غاز النفطة كنا نصدر 800 ألف اليوم اتراجعنا 200 ألف مع العلم هذه الحساس خارج يطاق أوبك شنو اللي صار بهذا الملف تحديدا نعم سيد نجم بالبداية في زمن تولي سيد جبار العيبي وزارة النفط يعني كان النفط الأسود موجود في المصافي وكانت المصافي تختنق وتتوقف بسبب ارتفاع مخزون النفط الأسود والنفطة فلقى آلية بالتعاون مع الوزارة الأخ جبار العيبي آلية تصدير النفط الأسود خارج البلد لفيول ومشت الآلية وللأمانة نجحت الآلية ومضل البلد يعني يعني أحطيك ياها في أحد تحقيقاتنا مع شركة سومو وجدنا عندهم 868 مليون دولار في التي بي آي لمدة ثلاث سنوات من فلوس النفط الأسود باقي كانوا النفط الأسود بدأوا العمل بيبيعوه وينطول للشركات داخل الوزارة لتطوير قطاعها وتطوير عملها وتطوير هذا النفط الأسود ما كان يدخل لخزينة وزارة المالية كان مرتبط بوزارة النفط والشركات التابعة لوزارة النفط أي شركة محتاجة مثل أمل ما أو تطوير في حق الماء أو تطوير في مستودعات أو كذا من هذا الموضوع في شركة توزيع أو غيره يأخذون من هذه المبالغ الطوهية وبالأخير ألزمنا حكومة سيد عادل عبد المهدي بأن تكون هذه الواردات كلها تذهب للخزينة العراقية الوزارة المالية ومن ثم للخزينة حاليا وبعد تولي سيد ثامر الغضبان بدأ تلك في موضوع تصدير النفط فبدأ الأمر وبدأت يعني هي مو مسؤولة عن شخص بس أكو مافيات موجودة داخل الوزارة وحذرنا منها سابقا وحذرنا منها لاحقا وبقائنا نحذر منها لكن بدون جدوى بدون جدوى بدأوا اختلقوا آلية جديدة لعمل المصافي قبل وزارة النفط تبيع النفط الأسود مطروح مصافي يعني بالمصفة يبيعه قالوا لا نريد نعظم الواردات النفطية معنى النفط الأسود تكون لنا أكثر مبالغ وأكثر إنتاج من هذا الموضوع فبدأوا يبيعون النفط الأسود بالمخطاف وبدأت عملية البيع المباشر في بعض عقود السبورت البيع المباشر ولم نرجعنا للآلية لقائنا خسارة عن الآلية المتبعة في زمن جبار العيبي أحكيك ياها بصراحة أحكي أحكم على مجال ياهاب لكاراني أن انشأوا معي إنه الزسور معاشر أحكي شيك إين